اشتركوا في القناة 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 هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيق الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله بل يحكم بالطوانين الوضعية وهل في ذلك تشريع له على ذلك ام ندعو له الكافر يدعى له بالهداية الكافر يدعى له بالهداية فكيف بالمسلم العاصي فيدعى بالهداية للكافر والمسلم ويدعى بالتوفيق لولي الامر ان يوفقه الله للتوبة ولتحكيم الشريعة لا بس في ذلك نعم الله اكبر الله الله اكبر احسن الله اليكم وفضيلة الشيخ هذا السائل ابو فهد يقول ما افضل الدعاء اذا قدم لي الانسان عملا طيبا لادعو به هل كلمة جزاك الله خيرا تكفي نعم تكفي كما في الحديث من صنع اليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء نعم ولم يكن له وقفوا من احد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يرد من رأيك ولا يعز من عاديك كذا اكترقنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معسيتك من طاعتك ما تبيعنا به جنتك ومن اليقين ما ترويه به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وبواتنا ما أحيلتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها منا ولا من لا علمنا ولا غالة قصرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة إلى دارنا ولا تسلط علينا بجنوبهم من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أحينا مسلمين متوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا خزالة ولا مسكومين اللهم اجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما وتبرقنا تبرقا معصوما ولا تتعال فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اوهل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نعوذ على أهل القبور قرورهم وأوهل للأحياء ويسر لهم قرورهم اللهم اتبع على التابدين وأرض الجنوب المدينين وأرض الدين عن المدينين واشف أرض المسلمين اللهم فرد هم المهنومين وكرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستطرارنا في أوقاتنا وأصلح سلطاننا وولي علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا وياتؤاخذنا بما فعل السبهاء مننا وكفنا شر الجتل ما ظهر منها وما رقل اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة وسائرة لآب المسلمين عامة من رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسلله بنفسه وأردد كيده في نحره واجعل تدمينه في تدبيره إنك على كل شيء قدير اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين ودم الأعداء كالكابلين المنشدين اللهم شكت شملهم وخارب بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم واشغلهم لأنفسهم عن المسلمين اللهم سلط عليهم من هو أقوى منهم يا قضي يا عزيز يا للجلال والإفرام أنت حسنا ومعم الوكيل حسنا الله ومعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم اللهم تب علينا وارفرنا ورحمنا وحبنا وارزقنا اللهم ثبتنا على الحق وعلى دينك إلى يوم نلقاك غير مبادرين ولا مغيرين ولا مغيرين يا رب العالمين اللهم اصر الإسلام والمشمين في كل مكان وجمر الكفرة والبهرة في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا دعوه بالإضافة من سحبك ودعوك من عقوبتك ودك من كلام حسيثنا أن عليه أنت كما أتميت على نفسك اللهم صل وسلم على لدينا محمد اللهم صل وسلم على لدينا محمد تعملوا ما تستطيعون تعملوا ما تستطيعون وتمسكون بدينكم وتعملوا ما تستطيعون والذي لا تستطيعون لا يسألكم الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا تمكنتم من الهجرة إلى بلاد تظهرون فيها دينكم رجبت عليكم الهجرة وإذا لم تستطيعوا فعليكم بالتمسك بدينكم وفعل ما تستطيعون حتى يؤثر الله لكم الهجرة الأخت تقول تقضي المرأة المسلمة غالبا كثير من الوقت في المطبخ مشغولة بإعداد الأنواع من الأطعمة فيفوت عليها ارتنام أوقات الشهر شيخ هل من توجيه لها وهل تؤجر في أدادها للأطعمة نعم هي ماجورة في هذا لأنها تعد الطعام للصائمين وهذا من التعاون على البر والتقوى فهي ماجورة في هذا ولا يمنعها الطبخ والعمل من التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة ما تحفظه من القرآن لا يمنعها هذا الأطعمة من لكر الله عز وجل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال للتوب الفاكس يقول في السائل فضيلة الشيخ صالح جزاكم الله عننا وعلى المسلمين خير الجزاء على ما تقومون به من إفتال السائلين لقد نويت شراء سيارة عن طريق إحدى الشركات المصرفية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك طلب من البنك إحضار عرض تسعير للمركبة المراد شراؤها بعد ذلك يقوم البنك بشراء السيارة المطلوبة وبيعها لي بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك هذا باطل يا أخي الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات بتحريمه وعم ونشر فلا يجوز هذه المعاملة لا تجوز فليتقوا الله في أنفسهم وبالمسلمين أعلن هذا وعرفوه نعم الشيخ الذي أبرم عقود سابقة تبطل تبطل نعم رضيلة الشيخ وفتك من الله يقول ما حكم وضع اليد على المصحف ثم الحريف لا أصل لهذا المصحف لا يستعمل لأجل هذا وضع اليد عليه عند القسم ما هو لا يستعمل لهذا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أزاكم الله خير الشيخ صالح التلاوات والأدعية التي تكون في نغمات الجوال هل هي مباحة؟ ليست مناسبة ليست مناسبة أن يجعل ذكر الله ويجعل القرآن ويجعل الأدعية أن تجعل في الجوال لأجل التنبيه على المكالمة وليس رغبة فيها أو طمعا في ثوابها إنما لأجل التنبيه على المكالمة فيجعل للتنبيه على المكالمة شيئا من الجرس أو من الصوت الذي ينبهه أحسن الله بكم هذا السيد أقول هذا ما يصدرون في النوازم في الكلام من النوازم سواء كانت في النوازم أو البعيدة هل هذا يعد منها يفرد كل كلمة؟ ما ندري عن كلامه ولا يجوز يتكلم في النوازم إلا أهل العلم إذا جاء أماما من الأمن أهل النوازم أو الخوف يرد هذا إلى سنة الرسول وإلى أهل العلم وإلى أهل العلم وإلى أهل الرائم من مولاة الأمور أيضا أهل السياسة وأهل الرائم من مولاة الأمور مع أهل العلم في الشرع يرد إليهم النوازم ينظروا فيها أثابكم الله يقول السائل هل يجوز زيارة القبور للدعاء فقط؟ إيش الدعاء؟ الدعاء للميت نعم تدعوه تزوره لتسلم عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة طيب أما تزورها لتدعو لنفسك عندها وتظن أن هذا سبب لإجابة الدعاء هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يقول بي إذا استفرغ الإنسان هل هذا ينقض الوضوء؟ نعم الاستفراغ ينقض الوضوء ينقض الوضوء و عليه أن يتوضى لأنه خارج من المعدة ينقض الوضوء وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قواه فتوضى نعم بعض الأحوات أيضا يسألنا فضيلة الشيخ يكون معها الطفل الصغير فيستفرغ على يعني ثيابها تقول هل هذا أيضا يكون من النجاسة؟ نعم الاستفراغ نجس ينقض الوضوء وهو أيضا نجس فيغسل ما أصابه من البدن أو من الثوب نعم الأناشيد نوع من الأغاني والأغاني من اللهو لا يجوز استعمال الأناشيد أو استماع الأناشيد لا يجوز شيء من الغناء إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغناء الذي يستعمل لإعلان المكاة مع ضرب الدفن هذا هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه مصلحة وهو إعلان النكاح مع ضرب الدفن الدفن من آلات الله فلاصل منعب لكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة الراجحة وهي إعلان النكاح والرخصة تقتصر على محلها ولا يزاد عليه فآلات الله والأغاني ومنها الأناشيد لا تجوز إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأناشيد التي يسمونها إسلامية إنما راجت بسبب طائفتين طائفة الأولى الصوفية الذين يتخذون الأناشيد من الذكر والعبادة الطائفة الثانية الحزبيون الذين يريدون ترويج مناهجهم وفيأتون بالأناشيد لأجل التهييج على أولاك الأمور أو لأجل التهييج على مذاهبهم ومناهجهم التي يسيرون عليهم ما عرف الأناشيد الله عن هؤلاء وليس من ذلك إنشاد الشعب إنشاد الشعب إذا كان الشعب نزيها هذا مطلوب قد أنشد النبي صلى الله عليه وسلم كان حسان منشد النبي أنشده كعبد الزهير وغيره فالإنشاد غير الأناشيد الأناشيد تكون جماعية تكون منغمة تكون بأصوات فاتنة أما الإنشاد فهذا إلقاء قصيدة بصوت جميل يعني يعجب السامع ويستميله لسماع القصيدة وما فيها من الحكم والمواعب فالإنشاد غير الأناشيد نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله أسئلة كثيرة جدا تسأل أن توجيه فضيلتكم لطلبة العلم ولغيرهم حول ما حدث مؤخرا بشأن الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما توجيه فضيلتكم حيال ذلك توجيه توجيه أحيان ذلك الهدوء وعدم يعني الإنكار بهذه الطريقة مظاهرات أو اعتداء على الأبرياء أو تأتلاف أموال هذا لا يجوز وكان الذي يجب أن الذي تولى الرد عليهم هم العلماء هم بالعوام العلماء يردون على هذه الأمور والتزام الهدوء هم يريدون التشويش علينا ويريدون إثارتنا هذا اللي هم يريدون ويريدون أن تقاتل بيننا أجنود يمنعون وذولا يبيهاجمون ويحصل ضرب ويحصل قتل ويحصل تجريح ويحصل هم يريدون هذا الهدوء الهدوء ويتولى الرد عليهم أهل العلم والبصيرة أو لا يرد عليهم ولا يسوون من يرد عليهم كان المشركون يقولون للرسول ساحر كاهن كذاب إلى آخره والله يأمره بالصبر يأمر رسوله بالصبر ولم يتظاهرون في مكة ولم يهدموا شيئا من بيوت المشركين ولم يقتلوا أحدا الصبر والهدوء حتى يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين فرجا الواجب هو الهدوء خصوصا في هذه الأيام وهذه الفتن وهذه الشرور الآن القائمة في بلاد المسلمين يجب الهدوء وعدم التسرى في هذه الأمور والعوام ما يصلحون للمواجهة في هذا جهال ما يدرون ما يواجه هذا إلا أهل العلم والبصيرة نعم نقول فضيلة الشيخ وفتكم الله كذلك ما حكم لبس الملابس الضيقة للنساء أمام الأقارب للمرأة وكذلك أمام النساء في الحفلات لا يجوز للمرأة تلبس الضيق لا أمام النساء ولا أمام المحارب ولا أمام الأجانب تلبس الذباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من أعضائها إن كانت تخاف من النار أما إذا كانت ما تخاف من النار فإنها تفعل ما تشاء والنار أمامها نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول خرج داعي في إحدى خطبه يقول إن الملائكة نزلت في سوريا وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك فما هو التعليق سماحتكم نعم يقول حفظكم الله أن داعية يقول في إحدى خطبه إن الملائكة نزلت في سوريا ما شاء الله نعم وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك أخرجت خرجت مقاطع فيديو للملائكة خرجت نعم مقاطع فيديو إيش للملائكة في سوريا يعني صورونهم ما شاء الله يمكن شياطين جاء وقالوا ذول الملائكة نعم تقول حفظكم الله وإحسن إليكم عند نزول المطر آه سوريا فيهم خير إن شاء الله وفيهم صلاة وهم مظلومون بلا شك معتدا عليهم لكن نزول الملائكة ما حصل إلا للرسل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام قد ينزلون مع المؤمنين الصادقين لكنهم لا يرون من اللي يرأهم يقول نزلت الملائكة ما حد يرون نعم وهو الذي ذرأكم في الأرض ورفعهما بعد الفريضة بدعة أما بعد النافلة فلا مانع منه نعم أحصل الله عليكم يقول السائل نسمع في هذه الأيام إعلان النفير العام للجهاد في سوريا ما هو توجيهكم النفير ما يكون إلا من ولي الأمر إذا استنفرتم فانفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل قيل لكم والذي استولى النفير النفير هو ولي الأمر خاصة نعم أحصل الله عليكم يقول السائل ما نصيحة مع عليكم لمن ابتلي بابن ذهب إلى مواقع الفتن في سوريا مدعيا ومتذرعا بالجهاد وعاصيا لوالديه وعاصيا لولي أمره على كل حال الله يتولى نسأل الله أن يهديه وأن يرده سالما لوالديه هو أخطأ لكن لعل الله أن يرده ويتوب عليه نعم أحسن الله عليكم وفضية الشيخ نريد كلمة توجهية للمسلمين حول مذابح البوذيين لأخوالنا المسلمين في بورما الآن وهي امتدادة للمذابح والتطهير العرفي لهم منذ عشرات السنين علما بأن هناك تكتم إعلام عالم حيال هذه القضية هذه المسألة ليست خاصة بالفرميين الإسلام الآن يهاجع في كثير من بلاد المسلمين الدول الكابرة فسلقت على المسلمين الآن لا تريد أن تقوم لهم دولة ولا تريد أن يكون للإسلام وجود مهما استطاع فهم تعلمون الآن ماذا يعملون مع المسلمين يسمونها للديمقراطية ليفرضون علينا مذهبهم وحكمهم الكبري ليفرضون علينا الحكم الكبري وهو ما يسمونه الديمقراطية والعلمانية ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا ليكون منوعا فعلينا في الدعاء فهرة الدعاء والإرحاء حل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين في كل مكان أن ينصرهم الله وأن ينطلهم من عدوهم علينا الدعاء لا نملك الآن غير الدعاء وعلى من عنده مقدرة من عنده مقدرة أكثر من هذا أن يبني لما يخبر عليه لا زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الإسبال في الثياب إذا كان ليس تكبرا لا لا يجوز الإسبال ما نزل عن الكعبين فهوى في النار لا يجوز إنزال الملبوس عن الكعبين وإذا كان معه كبر فالأمر أشد والإثم أعظم فالإسبال نفسه محرم وإثم لكن إذا كان معه كبر فالأمر أشد والعياذ بالله وهذا يسأل يقول انتشرت في لاونا الأخيرة كثرة الملابس الرياضية للأنذية الأوروبية والتي ربما وجد على بعضها أسماء هؤلاء اللاعبين وتي يتعلق نفوس أبنائنا بهؤلاء اللاعبين فما حكم هذه الألبسة بارك الله فيكم لا يجوز لنا أن نلبس ملابس الكفار تشبه بهم ولا الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو رموز الكفار أو أعظم من ذلك الصليد أو ما أشبه ذلك لا يجوز ذلك المسلم يلبس اللباس الشرعي ولا يلبس ملابس الكفار والآن مع الأسف معارض الألبسة ما تجد فيها ملابس على مقتضى الشريعة إنما تجد فيها ملابس غربية ترجد فيها ملابس غربية للذكور والإناث وللكبار وللصغار فعلى المسلم أنه يبتعد عن هذه الملابس ولا يشتريها ولا يلبسها ولا يلبسها نساء ولا أطفاله الحمد لله يشتري قماشاً ويفصله ويخيطه على الصفة الشرعية نعم أحسن الله إليكم سألنا أخر يقول يا شيخ أحبك في الله ما حكم من ذهب إلى الجهاد في العراق أو في فرسطين أو في غيرها وقتل فهل هو شهيد؟ الله أعلم الله هو أخطى في هذا يهابه بدون بدون ولي الإذن ولي الأمر أمر المسلمين هو أخطى في هذا وعصى الله سبحانه وتعالى حيث عصى ولي الأمر وربما يكون أيضاً عصى والديه يكون عاقاً لوالديه فكيف يكون شهيداً وهو عنده هذه المعاصي فما أظنه يكون شهيداً والله أعلم لأن عنده معصيتان عظيمتان معصية الأولى معصية الوالدين معصية الثانية معصية ولي الأمر حيث لم يأمر ولي الأمر بالذهاب إلى هنا أو هناك فهذا الأمر والمسألة ليست منفلتة المسألة له ضوابط ولها هولات أمور ونحن رعية تحت راعي فيجب أن نسمع ونطيع ولا نخرج عن طاعة ولي أمرنا نعم وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين شكراً للمشاهدة شبائح التحريم إلا ما ذكي على الطريقة الشرعية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ بن باز والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الفلمات ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها فلمات عابرة يقول السائل ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ بن باز صحيمه الله والشيخ أحمد النجمي في قول بعض التلمات ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها تلمات عابرة عابرة نعم واستمر في تربيدها فما حكمه حكمه أنه رفض الحق حكمه أنه رفض الحق كبعا لهواه عليه خطر وعليه وعيده شديد نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب نعم أسم الله إليكم فلم قيام بالقيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الفقومية في بلاد الفقار ضرورة وعمل جهادي جزاكم الله خيرا لا هذا لا يجوز هذا القيالات والسخريب هذا أمر لا يجوز لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا هذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارض إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش يغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد أنت رأي للذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مأمورا بكف اليد عن القتال عن قتال الكفار لأنه ما عندهم استطاعة لكتال الكفار ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأثرهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تنشاهدون الآن تسمعون هذا ليس من أمور الزعوة ولا هو من الجهاد بسبيل الله هذا يجر على المسلمين شرا كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار حين إذن أمر بالجهاد أمر بجهاد الكفار قالوا من الصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار أبدا هل كانوا منهيين عن ذلك هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة أبدا كانوا منهيين عن ذلك معمورهم بالدعوة والبلاء فقط أما الإنجام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما قال قال للإسلام دولة نعم يقول السائل حفظكم الله هل يجوز لرجال الأمن السمع والطاعة في منع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي قد تحدث في بلاد المسلمين نعم هذا من مهمة من مهمة رجال الأمر رجال الأمن أنهم يمنعون هذه الظواهر التي فيها خطورة على المجتمع وخطورة على الولاية وخطورة على المسلمين من حق هذا من مهماتهم فأن يقوموا بهذا الأمر لا يعتدوا على أحد لكن يمنع الشهر يمنع العدوان نعم هذا السائل الشيخ ما رأي الشيخ في حكم الأنشيد الجماعية الإسلامية بدون دفع أو مؤثر صوتي لا نعلم لها أصلا هذه محدثة وإذا نسبت إلى الإسلام وقيل الأنشيد الإسلامية هذا معنى أن الإسلام شرعها وهذا لا أصل له أيضا هذه الأنشيد إذا اعتبرت للطاعة والقربة فإنها من شعار الصوفية فهم الذين يتخذون الأنشيد يتخذونه عبادة لله عز وجل فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها نعم الإنشاد إنشاد الشعر النافع والمفيد لا بأس به إنشاد واحد ما هو جماعة ولا ترنيمات تنغيمات وإنما هو واحد ينشد الشعر ويستفيد ويستفاد منه كما كان الشعراء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون أشعارهم والرسول يستمع إليهم عليه الصلاة والسلام وكذلك وقت العمل والملل من العمل يرتجزون لأن الشطهم ذلك على العمل وهذا لا تسمى أنشيد هذه إنما هي مقطعات تنشطهم على العمل ولا تكون في صوت واحد منغم ولها فرق إنشادية كل هذا مما أحدث وإذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو وإذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو وإذا نسب إلى الإسلام فهو من البدعة نعم شيخ بعض الناس حفظكم الله جعل من هذه الأنشيد ديدنه في سيارته في بيته مع أولاده يعني جعل وقته كله في إلا هذا لأنها لا أصل لها ولأنها فتنة سبحان الله وكان الذي ينبغي إلى أن يستمع إلى القرآن الكريم المسجل في المصاحف المرتلة الله أكبر والأشرطة وفيه ما يغنيه ويكفيه ويؤجر عليه الحمد لله وكذلك المحاضرات والدروس الدينية ولا يشغل وقته بالأناشيد التي لا يستفيد منها شيئا إلا الطرب هل حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائد يصدق في من ينكر على الحاكم في وسائل الإعلام لا الحديث يقول عنده عند السلطان الجائد يعني مشافه عنده ما قال أنه ينكر عليها على المناظر وعلى الطرقات يقول عنده الله جل وعلا قال لهارون لموسى وهارون فأتياه يعني فرعون فأتياه فقولا له له غولا ليلة نعم أيهما أفضل شيء قراءة القرآن على القبور أو الدعاء للميت عند قبره وما حكم قراءة القرآن في ذلك قراءة القرآن عند القبور بدعة ليس فيها أجر بل فيها إثن لأنه لم يرد بذلك دليل أما الدعاء للميت عند القبر فهذا مشروع أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تدعو له أو بعد الدفن تقف على قبره وتستغفر له وتسأل الله له التثبيت هذا كله غالب لا بس دعاء للميت عند قبره هذا أمر مشروع نعم قل الساد يزعم البعض أن أصل السمع والطاعة عقيدة سياسية أنشأه الحكام من زمن السلف لحماية سلطانهم فما رأي سماحتكم سبحان الله أليس في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أليس في السنة عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد هذه من سياسة الحكام ولا من سياسة الشرع مما جاء في الكتاب والسنة نعم يقول السام يقول السام هناك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماظم إلى أن تقوم الساعة ويقول لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحابط وأن هذا الوقت أشبه بالعهد المكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماظم إلى أن تقوم الساعة نعم الجهاد ماظم إذا توفرت شروطه ومقوماته أو ماظم أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم ثم يقاتلوا مع ذوه أنت معك مهلا بارود يعني معك بارود أو فرد أو تقابل طائرات وقنابل وصواريخ لا تقابلهم هذا بأس شديد إذا كان معك استعداد يربو عن استعدادهم أو مثله تقابلهم أما إذا كان مانع الشيء لا تنقوا بأيديكم إلى الطالق وهذا يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم من كان فهنا نعم يسأل السائل من شبهات هؤلاء أن أولاة الأمور عقلوا الجهاد فهل هذا يكفي وهل يوجد اليوم الجهاد بعد الظاهر أولاة الأمور ما عقلوا الجهاد ولكن الجهاد له شروط إذا توفرت يقوم علم الجهاد أما إذا لم تتوفر فإنه لا يجوز إقامة الجهاد مع ضعف المسلمين لأن هذا تعريض لهم للخطر النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة وهو يؤذى ويضاير ويهاجم المسلمون ولم يأمر بجهاد الكفار حتى هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية والقوة والاستعداد فحينئذ أمر بالجهاد الجهاد لا أحد يمنع الجهاد إذا توفرت شروطه ومقوماته فينبغي معرفة هذا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هل هذا الخول الصحيح إن الإمام هو من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب هذا كلام الخوارج هذا كلام الخوارج الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين ويلزم الباقين طاعته نعم أحب لازم أنه لازم يبايعون كلهم من المشرق والمغرب والرجال والنساء أحب هذا منهج الإسلام في عقد الإمام نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتيجة ما ذكرته لكم في آخر المحاضرة انفصلوا عن العلماء وانفصلوا عن ولاة أمور المسلمين وألقى الكفار والمنافقون في رؤوسهم هذه الأفكار فصاروا نشازا في مجتمع المسلمين وهم خوارج بلا سكة فعلهم هذا فعل الخوارج بل هو أشد من فعل الخوارج الخوارج ما يدون البيوت وينسفونها الخوارج يبرزون في المعارك يبرزون في المعارك يقاتلون على ما هم عليه من جهل لكن ما هم يدمرون البيوت على من فيها على النساء وعلى الأطفال وعلى البري وعلى المعاهدين وأهل العهد وأهل الأمان ما كان الخوارج أشد من فعل الخوارج هذا أشبه ما يكون بفعل القرامطة فعلهما أشبه ما يكون بفعل القرامطة نعم لأن القرامطة أعمالهم سرية مبنية على السرية وهؤلاء أعمالهم سرية الخوارج أعمالهم هاي بسرية يظهرونها ويصرحون بها فهم أشد من الهوارج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إلى كثير تسأل فتقول إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في الجرائب تظهر صورة له مع هذا المقال وكذلك عند إلقاء المحاضرات في بعض القنوات فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير من فهذا دليل ما أمرتهم ولا طلبتهم وإنما هم يأتون أخذوا صورة الشيخة جنباز وهذا وحرم هذا ويحرد من يفعله ويأتون صورته في المجامع وفي المناسبات هذا اسمه عليهم اسمه عليهم أما نحن فلا نرضى بهذا ولا أمرناهم به ولا شاورون عليه يقول السائل هل تجوز العمليات الامتحارية وهل هناك فروك لفتحة هذا العمليات لا ولا قوتها إلا بالله ما تجد الحياة شوه تعمل الامتحار الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أمهسكم إن الله كان بكم رحيما من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا فلا يجد الإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد فهذا طيب أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه ثم إنه قتل فقال الناس يثنون عليه ما أبلى مننا أحد مثل ما أبلى فلانا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار ألا قبلا يموت قالوا ما أبلى مننا هو جرح فقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فسعد ذلك على الصحابة كيف هالإنسان يطاتل ولا يترك من الكفار أحد إلا تبعه وقتله يكون في النار تتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعد ما جرح ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض يعني وضع غند السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه فحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهواء لماذا دخل النار مع هذا العمل لأنه قتل نفسه ولم يصبر ولا يجد الإنسان أنه يقتل نفسه يقول بعد القيام من الركوع هل أضع يدي على صلع كما كانت قبل الركوع أم لا نعم يقضر يديه بعد الركوع كما في حالة قبل الركوع لأنه قيام أن كله قيام نعم يسأل وحسن الله إليكم عن ما يستطيع أن يقدمه لإخوانه في سوريا وفي الشام وهل يجب الجهاد في مثل هذا الزمان أم لا الجهاد يجب إذا دعا إليه وليه الأمر إذا دعا إليه وليه أمر المسلمين وشكل جنودا للجهاد فإنه حينئذ يجب على من عنده الاستطاع واستنفره الإمام أن ينفر إذا استنفرتم فانفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ فقلتم إلى الأرض لا بد أن يكون الجهاد تحت راية وليه الأمر المسلم أما الأفراد وكلين يأخذ السيف والسلاح هذا ما ينتج شيئا لينتج سف كدمة ولا ينتج اجتماع كلمة ولا ينتج شيئا هذا الشيء مجرب واقع وواجبنا الدعاء لإخواننا المسلمين دعا لهم بالنصر دعا لهم بالتوفيط الدعاء على من ظلمهم نعم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يقول شيخ ما الحالة التي يلجأ إليها للتيمم وما شرط ذلك في الأحكام الشرعية الحالة التي يلجأ إليها للتيمم حالتان الحالة الأولى عدم الماء قال تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا الحالة الثانية المرض إذا كان لا يستطيع استعمال الماء الموجود لكنه لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ما فتيمموا فذكر المرض وذكر السفر هذا ما يتيمم له وكذلك يلحق بالمرض إذا كان الماء لا يكفي لوضوءه ولحاجته وطبخه وسقي جملائه وسقي دوابها التي معه فإنه يتيمم ويوفر الماء للحوائج التي لا بد له منها أثابكم الله هذا سائل يقول أنا شاب التحقت في بلدي بالسلك العسكري يقول أنا شاب التحقت في بلدي بالسلك العسكري واشترطوا علي حلق اللحية فهل أطيعهم في ذلك لا يترك العسكرية يرزك الله غيرها نعم يقول السائل انتشر بين طلبة العلم الأخذ من اللحية فآمل التوجيه ما هم طلبة علم يأخذون من اللحية ما هم طلبة علم طلبة العلم يعملون بالسنة والسنة توفير اللحية هم ليأخذ من اللحية ليس من طلبة العلم نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يقول السائل ما حكم الصور الفوتوغرافية وهل يجوز الاحتفاظ بالصور الصور حرام بجميع أنواعها فوتوغرافية وغيرها لعموم الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أن المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة ولعن المصورين والأحاديث بهذا صحيحة وعامة سواء كانت تصوير كوتوغرافيا أو رسما باليد أو نحتا في الحجارة أو بالبناء كله حرام لعموم الأحاديث ومن استثنى شيئا منها فعليه الدليل ما فيه دليل على الاستثناء لكن وكذلك حمل الصور واستعمالها وجعلها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع صورة إلا طمستها وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لا يجوز الاحتفاظ بالصور وجعلها في البيوت أو في الصناديق إلا الصور الضرورية الصور الضرورية التي لا بد منها لحاجة الإنسان مهل رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر فهذه تباح للضرورة ويجوز حملها للضرورة أما حمل الصور وجمع الصور واقتناء الصور للذكريات أو للاحتفاظ بها هذا أمر محرم والواجب إتلافها إلا إذا كانت ممتهنة تداس أو في فرش يجلس عليها أو توطى إذا كانت ممتهنة فلا حكم لها نعم يكفي هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد يقول السائل رضيلة الشيخ منذك من يحتجوا بجوادي قتل الأنفس المعصومة قتل النفس بالحذان أو غيرها من متفجرات في قطة الغلام لأنهم يقولون أن المسلمين إذا لم يكن لهم طريقة لطرب العدو من أرضهم وبلادهم فإنه يجوز لهم فعل هذه العمليات فما توجيه سماحتكم هذا استدلال منكوس الغلام ما قتل نفسه يا أخي الغلام قتله الجبار ما قتل نفسه وإنما صبر على القتل من أجل الدعوة إلى الإسلام صبر على القتل من أجل الدعوة إلى الإسلام قل له ما قتل نفسه بيده حتى يحتجوا بذلك نعم هل يجوز تمثيل الصحابة أو الصحابة عمر رضي الله عنه في مسلسلات تاريخية ألا لا يجوز بالإجمع أجمع العلماء المعاصرون على تحريم ذلك وصدرت فيه قرارات قرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية بتحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم ورابطة العالم الإسلامي أجمعوا على هذا نعم لكن هذا وليد دورون دراهم يضطونها المسلسلات يدعونها يبون دراهم ولا عليهم من حلال ولا حرام نعم هذه الأخت تقول بالنسبة لزيارة قبر أبي والدعاء له فنحن من عادتنا أننا نقوم بزيارة قبره والدعاء له ووضع بعض الأشجار على قبره كل هذا لا يجوز أولا زيارة المرأة للقبور لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسرج فالنساء لا تزور القبور وضع الأشجار على القبور كذلك لا يجوز لأن هذا وسيلة لأن هذا بدعه وسيلة إلى الشرك وقال اركبوا فيها بسم الله مدريها ومرساها أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم السلام على المصلي وكيف يرد المصلي إذا سلم عليه لا بأس من ذلك ويرد بالإشارة يرد بالإشارة بتفهي نعم اشتركوا في القناة ورد المصلي إليكم رضينة الشيخ يقول هل يجوز لمن يحفظ القرآن أن يتحرك عند حفظه فيميل إلى الأمام بصدره ثم إلى الخلف يتحرك؟ لا ما الواصل هذا ما الواصل والواجب الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم العبث والحركة نعم هذا شغل الصهية التمالل هذا شغل الصهية وقد ذكر أنه من عمل النصارى عند قراءتهم للإنجيل نحن منهيون عن هذا نعم الله أكبر الله أكبر يقول ما حكم قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عند بدايتنا للقراءة وهل هذا والد في السنة؟ نعم قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس الله جل وعلا قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولو أن أحدا يمر أمامه السترة للصلاة سنة ليست واجبة هي سنة وما دامت سنة فإن أمرها لو أنه تركها ولم يضع السترة صحت صلاته يعني لو ما صلى إلى سترة تقول له صلاتك بأقله أحد يقول هذا أهب بأقله إلا على أن السترة سنة مكملات الصلاة إلا أنها سنة متأكدة من أجل أن تمنع المارة بين يديه أما إذا لم يكن أمامه سترة فحري أن يمر الناس من بين يديه ففيها فاهدة عظيمة لكنها ليست واجبة والمرور بين يديه المصلي إذا كان لضرورة فإنه لا بس كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي والازدحامات لا في بس للضرورة أما إذا كان ما فيه ضرورة فالمرور محرم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وآمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه يضربه فإن معه القرين الشيطان يدفعه يحرم المرور بين يديه المصلي من غير ضرورة ولاحظ أن المصلي إذا كان خلف الإمام فسترة الإمام كافية للجميع أما إذا كان يصلي وحده أو إماما فلابد من السترة لأجل أن تمنع المرور بين يديه لكن لو ما حق سترة ومر بين يديه حد صلاته صحيحة نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجب أن أقرأ سورة بعد سورة الفاتحة؟ لا سورة الفاتحة هي الركن وهي الواجبة وأما قراءة ما تيسر بعدها في الركعتين الأوليين فهذا مستحب نعم قال الحواردون نحن أنطار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هذا سائل يقول هل تصحوا القراءة من المصحف في صلاة التراوير؟ الذي يعجز عن القراءة حفظا لا بس أن يقرأه من المصحف في صلاة التراوير لأنه سيقرأ القرآن كله من أول إلى آخر فإذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه يقرأ من المصحف كان بعض السلف يفعل هذا نعم ويقول هذا السائل في بعض الدول والتي تسمى بالإسلامية يحكم القانون وتعبد فيها القبور ويطاف بها فهل تعتبر بلد إسلامي أم بلد شرك؟ ما دامت كما وصفت فيها الشرك ظاهر والحكم بغير ما أنزل الله فليست بلاد إسلامي؟ نعم سائل يقول حضرة الشيخ لماذا هذا العداء على الجهاد وتحريض الناس على عدم الذهاب إليه ومع أن الأمة الإسلامية محتاجة للجهاد والأعداء لا يريدون الجهاد لماذا نوافقهم وما معنى ترهبون فجزاك الله خيراك نحن نخب بالجهاد ونرغب فيه لكن هذا ليس بجهاد قلنا إن هذا ليس بجهاد هذا تخريب قتل للنفوس بغير حق هذا جهاد حتى نفسه يقتلها بغير حق هذا جهاد الجهاد له أحكام له شروط له ضوابط يتولى ولي أمر المسلمين ويدعو إليه فاتبنوا إسرائيل قالوا لنبيين لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ما رحوا يقاتلونهم كل واحد أخذ السلاحه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نحن قائد طلبوه ممن؟ من نبي لهم من ولي الأمر فالجهاد مرجعه من وهذا من الإحكام السلطانية مرجعه لولي الأمر هو الذي يأمر به وهو الذي يتولاه وهو الذي يجند الجنود وهو الذي يعد الأسلحة وترهبون عدو الله ترهبون عدو الله ما قال ترهبون المسلمين أو ترهبون المعاهدين قال ترهبون عدو الله وعدوكم نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر